من منا لا يعرف قصة الاميرة الجميلة رابونزيل التي ظهرت في افلام ديزني تلك الفتاة ذات الشعر الطويل التي تختطفها الساحرة وتحبيسها في البرج العالي الى ان يراها الامير العاشق ويشق طريقه ويحررها ليعيش سويا حياة هانئة امنة ولكن القصة الحقيقية مختلفة كثيرا عما تعرفه فقد كتبت قصة رابونزيل للمرة الاولى على يد كاتب يدعى جام باتيستا باصيلي في عام 1600 في ايطاليا وكانت تروي بان رابونزيل بيعت في طفولتها لشخص قاسي القلب بسبب سرقة والدتها للبقدونس من حديقته اما في نسخة الاخوان جريم في عام 1857 فالقصة اصبحت اكثر قتامة حيث لم ترى رابونزيل رجلا من قبل لذا لما رأاها الامير اغراها الى ان اصبحت حاملا فهرب منها وتركها تلد توأمين تفرقا في الحياة حتى وجدا بعضهما في نهاية المطاف وبعد كل تلك الروايات فان القصة الاصلية هي اسوأ بكثير منهم جميعا فرابونزيل الحقيقية لم تحبسها الساحرة الشريرة بل اسوأ من ذلك كثيرا دعونا نقص عليكم في عام 1275 قام رجل يدعى ياقوب دي فوراجين بكتابة قصة امرأة شابة تدعى باربرا من ايطاليا كانت فتاة جميلة لوالد تاجر غني وكحالنا اليوم كانت سمعته الجيدة عاملا لا غنى عنه في نجاحه كتاجر لذا اراد الحفاظ على تلك السمعة والالتزام اكثر بالتعاليم الدين الوثني في روما وكان يعلم بمدى جمال ابنته الذي جعل الرجال يصطفون لعرض زواج عليها ومن بينهم الامراء والاثرياء لذا قام بمنع اي شخص من مقابلتها او الحديث معها قبل مقابلته واخذ الموافقة منه اولا غضبت باربرا الجميلة المتمردة من والدها واخبرته بان لها ارادة حرة في اختيار زوجها كما تريد ولا تريد له ان يحدد لها الاشخاص الذين ستختار منهم وبدأت برفض الجميع وبعد تفاقم سوء التفاهم بين الاب وابنته المتمردة خشية من سفره وتركها بمفردها بسبب ظروف تجارته فجاءته فكرة حبسها في برج عالي كي لا يتمكن احد من رؤيتها او الحديث معها وبالتالي لن تقع في حب احدهم اثناء غيابه ونظرا لانشغال الوالد باعماله قام باستئجار اشخاص لبناء البرج وتوفير الطعام اللازم له عن طريق سلة موضوعة بجانب البرج وفي احد الايام قام احد الاشخاص بترك كتاب عن المسيحية بجانب الطعام في السلة في ذلك الوقت كان الرومان الوثنيون يحاربون انتشار الديانة المسيحية وبعد ان قرأت رابونزل الكتاب انبهرت بما قرأته عن المسيحية خصوصا بسبب قسوة والدها معها وكونها وحيدة ومعزولة في البرج واثناء قيام الرجال بعمل ترميمات على البرج شعروا بالشفقة تجاهها فسمحوا لها بتسلق البرج والنزول للتحدث اليهم وعندما نزلت طلبت منهم بناء ثلاثة نوافذ في البرج بدلا من نافذتين اقتداء بمبدأ التكليف في المسيحية وهو ما فعلوه بالفعل عاد الوالد الى منزله معتقدا بانه نجح بعزل ابنته عن العالم القارجي ولكنه تفاجأ بانها قد خرجت من البرج ودمرت كل اصنامه وانضمت للمسيحية اي انها قانونيا ارتكبت جرما قد يؤدي الى قتلها قام الابو بتسليم ابنته الى السلطات ولا ندري ان كانت تلك قسوة متعمدة ام انه كان مجبرا لان يطيع القانون على اي حال امسك الابو بشعر ابنته الطويل وجرها الى المحكمة الرومانية حيث سألها القاضي عن جريمتها لترد انها امنت بالرب واعتنقت المسيحية بعد ذلك بدأ الناس بتعذيبها حيث سلخوا جلدها بالسكاكين والقوا بالملح داخل جروحها كما احرقوا بشرتها الجميلة وبعدما خارت كل قواها قام والدها وبنفسه بقطع رأسها بالسكين بعد وفاتها اصبحت باربرا شهدة في الكنيسة الارثوذكسية الشرقية وتم منحها لقب قديس وكما نعرف فان ذلك اللقب يشترط ان يكون حامله قد قام بمعجزة لذا من الاقاويل حول باربرا انها شهدت تطير امام والدها عندما كان يطاردها بالسيف ويقال ايضا بانها اثناء تعذيبها كانت مغطاة بريح الهية حمتها من الشعور باي عذاب واخيرا يقال بان البرق ضرب والدها فور قتله لها بعد قراءة قصة القديسة باربرا فتلاحظ ان هناك شيئا مفقودا ماذا عن شعرها الطويل؟ فكل صور باربرا تصورها بشعر طويل ولكن ليس كافيا لاسقاطه من البرج واستخدامه كحبل لذا فمن المحتمل ان تكون قصة الشعر الطويل وتسلقه تعود لرواية مشابهة وعلينا ايضا ان نخبرك انه في كتاب الملحمة الفارسية الشهنامة او ما يعرف باسم كتاب الملوك والذي جمع قصصا لجميع الرجال الذين اصبحوا ملوكا في بلاد فارس القديمة هناك قصة رابونزل الفارسية حيث كان هناك عاشقان يستخدمان البرج كمكان سري لمقابلاتهما وذلك لوجود عداوة بين عائلتيهما مثل روميو وجولييت كانت الفتاة تدعى رودا بييت وكان لها شعر اسود طويل لامع وكانت تسبق حبيبها المحارب الاسطوري ذال وتسقط له شعرها من النافذة فيتسلق عليه ويصل لها وتماما كما جاء برواية الاخوان جريم حول رابونزل انتهى الحال بالعاشقين بالحمل غير القانوني وما زاد الامر سوءا ان رودا بييت كانت ابن التازعين بابل بينما ذال كان محاربا فارسيا وبسبب تلك العداوة فلم تسمح العائلتان بزواجهما لذا يبدأ الوالدان بالغضب ولا يهدأ الوضع سوى بعد ان ادعى احد العرافين الموثوق بهم بان الطفل الذي سيولد مقدرا له القيام باشياء اسطورية حتى انه سيغزو العالم باجمع لينجب ابنا اسمه رستم قيل انه حكم لمدة ثلاثمائة سنة قاتل فيها العديد من القبائل بما في ذلك الشياطين وقام ببعض المغامرات الملحمية الكبرى